اشتركوا في القناة هو طرح اشكالات المواطنين يعني غدا ان شاء الله غادي يكون وكلاء كتر في الجزائر يعني لا قدر الله مواطن شراء سيارة والقام مشكل مع هذا الوكيل يتقدم لقناة ترنديك السيارات وحنا ننشره هاد الاشكال وش عالم ما كبرت هاد القناة وكان عندها صادة واسع بين المواطن الجزائري وصادة واسع ماشي بعدد المشاهدات بالمسداقية وتكون كائنة ثقة بين المشاهد وصانع المحتوى بهذا الشروط ما قدروا نفرضوا الحقيقة على الوكلاء وحتى من ناحية الاسعار كي تكون قناة كبيرة نقدروا نطلبوا تخفيضات لمتابعين قناة ترنديك السيارات ولكن هاد المرحلة خصها وقت ولكن نوصلها باذن الله دجارة نقراب لمئة الف مشترك ان شاء الله ومئة الف ليس بالرقم الهيين ادرك نوليه للفيديو التاعنا بسم الله اول الشروط كلمنا عليها في الفيديو السابق وهو يجب ان تستعمل السيارات المستوردة محركات بنزين او كهربائي او هيدروجيني او محركات هاجينة تجمع بين البنزين والكهرباء او بنزين هيدروجيني او غاز بيترول المميع ثانيا يجب ان لا تكون المركبة مسجلة على الاطلاق في اي بلد اخر وان لا يتجاوز الفرق بين تاريخ صنعها وتاريخ دخولها للتراب الوطني اثنى عشر شهرا اضافة الى ذلك يجب ان لا تتجاوز المسافة المقطوعة بها مئة كيلومتر للمركبات السياحية والنفعية الخفيفة ثالثا يجب ان تتوفر السيارة الجديدة المستوردة سواء السياحية او النفعية الخفيفة على ادنى مواصفات السلامة كما نظام مضاد للقفل العجلات ابياس والمراقبة الالكترونية للاستقرار او اس بي بالنسبة للمركبات التي تفوق سعة اسطواناتها 1.2 لتر ونظام محدد للسرعة او مثبت للسرعة بالنسبة للمركبات التي تفوق سعة اسطواناتها 1.2 لتر وكسان هوائيا اماميا للسائق والراكب الامامي وجانبيا بالنسبة للمركبات السياحية التي تفوق او تساوي سعة محركها 1.6 لتر وحزام امن لجميع الركاب ومثبتات مطابقة للاحكام التنظيمية والمستوفية للمقييس المطبقة فيما يخص تجارب الصدمات ومسند الرأس للمقاعد الامامية والخلفية ونظام شد مقاعد الاطفال اسوفيكس وجهاز تدويب وازالة الضباب من الزجاج الامامي والخلفي ونظام التذكير لغلق حزام الامان للسائق والراكب رابعا واخيرا يجب ان تحوز هذه السيارة السياحية والنفعية على ضمان 100 ألف كيلومتر في حدود 60 شهر اي 5 سنوات واذا استفت من هذا الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في قناة ترندينج السيارات والملتقى في الفيديو الجاي ان شاء الله سلام